للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة باسم أبلوانين مرسل التلفزيون المصرية باسم مداني في صورة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني وأبرز ما تم فيها من نقاط أحييك من الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي يعقد فيها اجتماع الحوار الوطني الخاص اليوم بالدعم الذي يناقش بحيادية وتجرد كاملين لوصوله إلى مستحقي منذ أن دعا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ضرورة أن يوجد حوار وطني مجتمعي شامل يناقش كل القضايا الخاصة من الشعب المصري في كل مناحي الحياة والحوار الوطني بكل المشاركين فيه من كل المستويات المختلفة يشاركون بتجرد وحيادية وبمنتهى الشفافية في كل الأطرحات المناسبة التي توصلنا في النهاية إلى أن يكون الشعب المصري بكل أطيافه هو واضع لكل طموحاته وأحلامه ومعالجا لكل القضايا التي يحتاجها وتأتي جلسات الحوار الوطني التي بدأت اليوم في الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة قضية مجتمعية اقتصادية هامة تخص كل المصريين ألا وهي قضية الدعم الذي يقدم للمصريين في صور شتى منها المادية والعينية ومنها ما يوجد في الطاقة ومنها ما يوجد في الدعم النقدي وفي التموين وخلافه أولى الجلسات التي عقدت اليوم برئاسة السيد دادية رشوان أمين الحوار الوطني تتحدث وما زالت الجلسة قائمة منذ وقت طويل وهي جلسة مغلقة حتى الآن يناقش فيها هذه المحاور التي يسعون فيها إلى تقديم الدعم إلى مستحقي بالصورة أو بالطريقة التي تناسب المواطن المصري في مختلف فئاته ومختلف احتياجاته من هذا الدعم نعم أشكرك جزيل شكر باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصرية